موسيقى أهلاً لكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت أصحف المحلية العربية الدولية ونبدأ بعد الفصل أهلاً بكم البداية من صحيفة القرس العربي ومقال للكاتب صادق أطائي تحت عنوان أهل القضية آخر تجليات الحركات المهدوية في العراق انفتح باب التساؤل عن ما هي جماعة أهل القضية إذ تم تدول فيديو على مواقع التواصل والقنوات الإخبارية لأحد أفراد من قيادات هذه الجماعة دعا فيه إلى حملة إعلان البيعة للإمام الموعود المنتظر سيد مقتدى الصدر هذه الحركات تبدو وكأنها حلقات متصلة بين بعضها البعض خرجت من عباءة التيارات الشعبية وأبرزها التيار الصدري في بحثه الموسوم الحركات المهدوية في العراق التحولات والأبعاد السياسية يقوم الدكتور أنصيف جاسم عاتي الأستاذ في كلية التربية في جامعة ميسان بتتبع تاريخي لهذه الحركات إذ يشير إلى أن هذه الحركات عادت للظهور وبقوة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بعد انقطاع امتد لسنوات طويلة والأن كان من ذلك تحولها من التنظير والتبشير الكلاسيكي إلى خيارات أخرى سياسية وعسكرية في تحول راديكالي شكل مصدر قلق وإرباك لعملية إعادة النظام الاجتماعي وبناء الدولة الحريفة ومن الواضح أن هذه الحركات وانقساماتها وتفرعاتها لن تتوقف عن الظهور طالما بقي الوضع على ما هو عليه غارقا في فساده ومشاكله التي لا يبدو أن لها حلولا في المدى المنظور يمكن أن تخرج الإنسان البسيط من معاناته فتضطره الظروف إلى اللجوء إلى مثل هذه الحركات الحالمة بتحقيق العدل على يد الموقذ المنتظر في تقرير في شفاق نيوز حيث جاء في تزايد هجرة الإيرانيين إلى العراق بحثا عن العمل أعلنت تقارير صحافية عن تزايد هجرة الشباب الإيراني الحاصل على شهادة جامعية إلى العراق من أجل العمل وذكرت صحيفة شهر وند الإيرانية بحسب تقرير نشره موقع شفاق نيوز أن مجموعة من الشباب المتخرجين أوضحوا أن دافعهم للسفر إلى العراق هو العمل في هذا البلد قال شباب إيرانيون أن هبوط الريال الإيراني أمام الدينار العراقي هو وحده ما دفعه للسفر إلى العراق وربما أحد الأسباب الأخرى وتقدر صحيفة هامش هاري عدد الإيرانيين الذين يعملون في العراق بآلاف الأشخاص كما أعلنت سلطات كردستان العراق أنها ليست على علم بالحصيلة نهائية للعاملين الإيرانيين لديها فقط باستثناء عدد محدود من العمال الذين لديهم تصريح بالعمل في العراق فإن باقي العمال يدخلون بتأشيرة سياحية ولذلك يصعب تحديد عدد العمال هناك بدقة وقدر مسؤول في شؤون المالية العراقية أن هؤلاء العمال يحولون سنويا عشرات الملايين من الدولارات إلى إيران من خلال 180 شركة وفي السنوات الأخيرة مع تفاقم الظروف الاقتصادية زادت البطالة في إيران كما حذرت النقابات مرارا من أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع زيادة التضخم في البلاد وقد ارتفعت قلال العام الماضي نسبة هجرة العمالة من إيران إلى العراق وذلك إثر ارتفاع أسعار العملات الصعبة وانخفاض قيمة الريال الإيراني أمامها وكان علي شريعة عضو غرفة تجارة طهران قد أعلن سابقاً عن زيادة أعداد الإيرانيين الحاصلين على تعليم جامعي الذين يبحثون عن عمل في مناطق مختلفة من العراق خاصة في كردستان إلى صحيفة المدى ومقال للكاتر طالب عبد العزيز يقول فيه عند كل نازلة يلجى العراقي إلى هاتفه والبحث في سلسلة معارفه عن أقوى صديق له للخلاص من المأزق الذي وقع فيه وما أكثر المأزق تلك في هذه الأيام وكلما استعصى أمر عليه بحث واتصل أكثر من مرة إذ لا يخلو هاتفه العراقي من أحد الأسماء الكبيرة إما ظابط في الشرطة ظابط في الجيش محافظ أو سكرتير مكتبه في القليل عضو برلمان ربما وزير مدير عام شيخ عشيرة زعيم وهو أي المواطن لا يطلب فرصة عمل ولا يطرح قضية في الصالح العام أو أي شيء آخر من هذا القبيل أبداً وإطلاقاً إنما يريد أن يدفع الضرر الذي لحق به ليس إلا وإضيف الكاتب يقع ذلك كله وأزيد من ذلك كثيراً فيها البلاد التي تحكمها الأحزاب الفاشلة والميليشيات وأتسيد فيها الوضيع على الشفيع ويستوزر فيها مزور الشهادات وأصحاب العلل والمالات ويترك فيها طالب العلم الحقيقي يترك هناك والمتقاعد المسكين كذلك الظالم قوي في بلادنا والباطل قوي أيضاً والمتجبر أقوى والمستقوون بالحزب المسلح والعشيرة القوية والنفوذ الطاغي كلهم أقوياء محروسون بعلاقاتهم ولا تطالهم السلطات بل وينفذون من فقرات القانون بأموالهم في أقل تقدير وإلا فالمحامي الشاطر أبو الشبات والقاضي المرتشي والضاغط المتسلط وسواهم قادرون على جر القانون من أذنيه إلى قدم المحكوم به ثم ركله كأي خرقة قذرة أي البلاد هذا؟ وفي أي العصور الحجرية نحن؟ ولمصلحة من يكون ذلك؟ ولماذا يتوجب على العراقي التوسط والتوسل والتذلل لهذا وذاك؟ والاتصال بمن في تلفونه من أرقام المعارف أو اللجوء لزيارة مقر الحزب هذا أو ذاك؟ ودفع الأموال ورش ماء الوجه على يسوى والما يسوى؟ أكل ذلك من أجل حصوله على حقه المنصوص عليه بالقانون؟ أما إذا أخطأ وتلقفه القانون فالويل له إن لم يكن يملك في هاتفه رقم أحد من هؤلاء ما يحصل في السودان؟ وثائق سرية تكشف علاقة فاغنر بأطراف الحرب السودانية وتوسع طموحاتها في أفريقيا وتراجع التأثير الأمريكي كذلك نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً أعدة كاثرين هاورلد ودايتون بينت وروبين ديكسون حول علاقة المرتزقة الروس مع الجنرالين المتحاربين في السودان وقالوا إن شركة فاغنر سيئة الصيد وداعميها سيخسرون الكثير لو دعموا الطرف الخاسرة على الطرف الآخر فعلى مدى السنوات الماضية قامت مجموعة فاغنر للتعهدات العسكرية علاقات قريبة مع قوات الأمن السودانية وحاولت استغلال هذه الصلاة لدعم المصالح العسكرية والاقتصادية والأمنية الروسية بما فيها امتيازات التنقيب عن الذهب المثمرة جداً وصفقات السلاح في داخل السودان قدمت فاغنر في الماضي المعدات والتدريب لقوى الأمنية ونصحت قادة الحكومة وقامت بعمليات تضليل إعلامي بحسب وثائق مسربة اطلعت عليها واشنطن بوست إلا أن اندلاع العنف بين الجنرالين المتنافسين وضع الكريملين وداعمي الشركة أمام معضلة لأنهم سيخسرون الكثير لو دعموا الطرف الخاسر وحتى جلسوا متفرجين فإن انهيار السودان سيمثل نكسة لهم وعلى المحك تحالف قوي بين دولتين على تناقض مع الغرب والذي لم يثمر فقط فرصاً تجارية وصفقات أسلحة بل وقاعدة عسكرية بحرية على البحر الأحمر فاغنر تقدر علاقاتها مع الدعم السريع لتأمين طريق عبر السودان لمراكز الشركة اللوجستية في ليبيا والتي تربط الشرق الأوسط وأوروبا بمسرح معاركها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى إلا أن تقديم الدعم لقوات حميتي قد يكون بثمن باهظ لفاغنر وحفتر بحسب الوثائق فقد نجحت فاغنر بإنشاء كونفدرالية من الدول المعادية للغرب في أفريقيا في وقت يقوم فيه مرتزقتها بإثارة عدم الاستقرار واستخدام القوى شبه العسكرية وقدرات التضليل الإعلامي لتقوية حلفاء موسكو نشرت صحيفة الجارديون تقريرا حول فضيحة سريقة بيوت السوريين والتي يقوم بها من خلالها محتالون باستخدام المحاكم من أجل شرعانة السريقة من اللاجئ واتحدث التقارير كثيرة عن شراكة بين قوات البشر الأسد في شبكة لتجريد المنفيين من ممتلكاتهم الخاصة وسلبهم من أي شيء ليعودوا إليه وقالت الصحيفة إن عبد الله واحد وثلاثون عاما اكتشف عبر مكالمة هاتفية أن بيته قد سرق وصودر منه وكان عليه الهرب من بيته في سوريا في عام 2012 بعد حملة القمع الواسعة التي قامت بها قوات الأمن ضد الناشطين المعادين للحكومة والنظام الوثيقة المزورة هي واحدة من التي تستخدمها شبكة فاسدة تستفيد من الفوضى التي تعيشها سوريا منذ 12 عاما ومحاولة تجريد اللاجئين من ممتلكاتهم وفي تحقيق مشترك مع الوحدة السورية لصحافة الاستقصائية سيراج والمنظمة غير الربحية اليوم التالي تحدثت الجارديان مع الضحايا والمصادر القانونية الذين قالوا إن السريقات هي عائق أمام عودة اللاجئين إلى بلادهم وقال عبدالله أعيش كلاجئ في تركيا ولا أعرف إن كان النظام سيسقط يوما وكيف سأعود إلى سوريا وأين سأعيش حين ذاك فهل سأكون قادرا على استعادة بيتي أم لا وأضاف سريقة بيتي هي خسارة كل شيء وهذا ما ورثته من والدي الذي مات في أقبية مخابرات سلاح الجو بعد اعتقاله سنة 2013 بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم بلدهم يطفو على بحر من النفط تصارع أكفهم أسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويفذلون المهاجاة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر تقرأ اليوم في هذا الخبر الخرطوم تحت قصف الإخوة الفرقاء مع دخول الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع يومها الحادي عشر تتفاقم الأوضاع الأمنية في العاصمة الخرطوم يوما بعد آخر خصوصا في المناطق التي تتركز فيها الاشتباكات وفي محيطها وفي مؤشر على طول أمد المواجهات بدأت عملية لإجلاء الرعاية الأجانب في حنبات الأمن من الخوف والجوع والعطش هاجس المدنيين السودانيين المغلوب على أمرهم في كل مناطق السودان الذين يعيشون حالة حظر تجول إجباري عليهم وتزداد المعاناة يوما بعد آخر بما ينذر بخروج الأوضاع المعيشية عن السيطرة مع شح الغذاء وانقطاع الكهرباء ومياه الشرب واختفاء معظم السلع الغذائية من المتاجر والأسواق التي أغلق معظمه هناك باستخدام أوراق شجرة صنوبر تتفنن الشابة السورية مروة أبو خليل في صناعة السلال بإحدى المناطق الجبلية في لبنان بعدما اكتشفت أن العودة إلى أحضان الطبيعة هو الخيار الأنسب للحياة حيث بدأت قصة مروة مع هذه الحرفة قبل خمس سنوات تماما عندما قررت مروة ترك حياة المدنية والمدينة والسكن في منطقة عالية ريفية في شرق العاصمة بيروت التي تتميز بكثافة أشجار الصنوبر وسرعان ما وجدت في أوراق هذه الأشجار طريقها نحو الإبداع والفن ولاحقا كمصدر رسق كذلك ولا نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف حرب شوارع وعمليات كر وفر وسط أصوات الرصاص والقذائف المدفعية في أزمة سياسية أدخلت السودان في منعرج خطير فما الذي يحدث؟ وما أسباب الخلاف؟ اشتباكات عنيفة من خلافات سياسية إلى مواجهة عسكرية هذا ما حدث في السودان بعد اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الخرطوم وفي مناطق أخرى استراتيجية بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريعي بقيادة نائب البرهان محمد حمدان ديغلو والملقب بحميتي وذلك باستخدام مختلف أنواع الأسلحة وفي مناطق مأهولة إضافة لقصف عنيف واندلاع حرائق متفرقة في الشوارع ما أدى لسقوط أكثر من مئة قتيل إذ يحاول كل من الجيش وقوات الدعم السريع أحكام السيطرة على المناطق الاستراتيجية الرئيسية وسط تبادل الطرفين الاتهامات حول من بدأ بالهجوم إضافة لتضارب البيانات الصادرة من كلاهما حول الأوضاع الأمنية وللتنويه فإن قوات الدعم السريع هي قوات شبه عسكرية تدار من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطنية سبب الخلاف فشل برهان وحميتي في التوصل لتفاهم حول بعض بنود الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه أواخر العام الماضي بين المكون العسكري ومختلف القوى المدنية والذي ينص على تدشين مرحلة انتقار سياسي يقودها مدنيون وتعد نقطة الخلاف الرئيسية مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو بند نصت عليه وثيقة الاتفاق إذ يقترح الجيش أن تكتمل عملية الدمج خلال عامين فيما ترى قوات الدعم السريع أن العملية تستغرق عشر سنوات على الأقل ما أدى لتأجيل التوقيع النهائي أكثر من مرة على هذا الاتفاق الذي جاء بعد احتجاجات واسعة دامت لأشهر طالب فيها السودانيون بحكم مدني بعد الانقلاب العسكري على الرئيس عمر البشير عام 2019 فبرأيك إلى ماذا ستقول الأوضاع في السودان إلى اللقاء اشتركوا في القناة